دولة يشن هجمات انتحارية لإعاقة تقدم القوات العراقية بعد انطلاق عملية تحرير غرب الموصل مقتل مدنيين من جراء قصف النظام السوري مناطق سكنية في حي القابون في أطراف دمشق السلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطر سكان ضواحي مدينة القدس بهدم 40 منزلا ومدرسة اهلا بكم اعلن مسؤول عسكري عراقيا القوات العراقية تتمكنت من استعادة عدة قرى ومواقع من سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بعد ساعات من انطلاق معركة تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل وقال قائد عملية نينوى الفريق الركن عبدالأمير يار الله ان الشرطة الاتحادية سيطرت على قرية عذبة على طريق الرابطة بين الموصل وبغداد وقرية الأزاقة على طريق حمام العليل الموصل كما استولت على محطة الكهرباء الرئيسية في المنطقة في تلك الأثناء تمكنت الفرقة التاسعة من القوات العراقية من السيطرة على تحرير قرية باخيرة في ساحل الأيمن للموصل وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق انطلاق عمليات استعادة الجانب الأيمن من الموصل هذا وألقت طائرات الجيش العراقي منشورات لإبلاغ السكان باقتراب الهجوم البري نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمنا يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة من مدينة الموصل كما حررنا المناطق الأخرى ونعلن لقواتنا البطلة أن تنطلق بكل شجاع وبطولة لتحرير ما تبقى من هذه المدينة ولتحرر المواطنين من بطش داعش وإرهاب داعش وتخلصهم للأبد ينظم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مرسلنا شفيق عمدان جبار شفيق ما الجديد لديك من تطورات ميدانية في الساحل الغربي للموصل نعم سرمد طبعا وصلت القوات العراقية المتمثلة بالشرطة الاتحادية على تخوم قرية السلام وهذه القرية لم تفصلها سوى كيلومتر فقط عن معسكر الغزلاني ضمن الحدود الإدارية لمدينة الموصل من الجهة الجنوبية ومن ضمن ساحلها الأيمن بعد أن تمكنت القطعات العسكرية المتمثلة بالفرقة التاسعة المدرعة من السيطرة على قرية باخيرة إلى الجنوب الشرقي للساحل الأيمن بينما تحكم قبضتها قوات الحج الشعبي على قريتي الكافور والعربيد ضمن المحور الغربي للساحل الأيمن هناك عملية تقدم بطيء خصوصا خلال الساعات الثلاثة القليلة الأخيرة بسبب اقتراب القطعات العسكرية من الحدود الإدارية لمدينة الموصل كانت العملية العسكرية قد انطلقت في الساعة السادسة من فجر هذا اليوم وكانت هناك عملية سيطرة من قبل القطعات الجيش العراقي والحج الشعبي سريعة نوعا ما ولكنها هدأت شيئا فشيئا ضمن هذه الساعات القليلة هناك عملية نوع من المشاغلة سرمد قام بها عناصر معروب تنظيم الدولة في الساحل الأيسر حيث قام انتحاريان بتفجير نفسيه ما في مطعمين الأول في حي النبي يونس ضمن الساحل الأيسر بينما فجر انتحاريون آخر نفسه في حي الزهور ضمن الساحل الأيسر في عملية مشاغلة طبعا نتيجة هذان التفجيران الانتحاريان أن سقط عدد عشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في هذه العمليتين في هاتين العمليتين الانتحارتين طيب شفيق هناك تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في الموصل حتى في الساحل الأيمن هل لديك معلومات؟ نعم طبعا ضمن الاستعدادات العسكرية واللوجستية للقطعات العراقية والقوات العراقية والقادة الميدانيين يؤكدون أنهم فتحوا ست ثغرات آمنة لنزوح المواطنين من الساحل الأيمن كما هو معلوم أن الساحل الأيمن فيه كثافة سكانية قرابة المليون نسمة في هذا الجزء من المدينة في الجزء الأيمن من المدينة كما أن هناك أزقة ضيقة يصعب على القوات المدرعة الدخول القادة الميدانيين يؤكدون أن العملية ستكون سهلة بينما قادة التحارف الدولي يؤكدون أن العملية العسكرية ستكون من أصعب العمليات العسكرية بالنسبة للجيوش العالمية شكرا لك من العاصمة بغداد مرسلنا شفيق عبدالجبر قصفت قوات نظام السوري حي القابون على أطراف العاصمة دمشق مستهدفة المناطق السكنية بصواريخ أرض أرض ما أودى بحياة نحو 17 مدنيا كما قصفت قوات نظام بالمدفعية الثقيلة أطراف حي جوبر شرق دمشق وتزامن القصف مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة وقوات النظام على أطراف الحي كثفت قوات النظام السوري من هجماتها على مناطق خاضعة لفصائل المعارضة في ريف حما الشمالي وعلى أطراف حي المنشية بدرع البلد كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة الطريقة الواصلة بين بلدتي كفر الناسج والمال بريف درع الشمالي تفاصيل في سياق التقرير التالي حالة الصراع بين الأطراف السورية ما تلبث أن تهدأ حتى تستأنف من جديد قتل ودمار وتشريد طال كل المناطق السورية حتى تلك الخاطعة لسيطرة النظام غير أن الصراع وصل هذه المرة إلى أطراف العاصمة دمشق على مرمى حجر من رأس النظام فهرعت قواته إلى إطلاق صواريخ على الأبنية السكنية في حي القابون وصلت تحليق المكثف لمقاتلات حربية في تصعيد لهجوم أسفر عن مقتل نحو 16 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا وقصفت المقاتلات الحربية التابعة للنظام السوري بالصواريخ الفراغية الأحياء السكنية في مدينة كفرزيتا برفي حمى الشمالي ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين على الأقل درعا هي الأخرى لانت نصيباً من قصف قوات النظام الذي تجدد بالمتعية الثقيلة وقذائف الهون على أبنية السكنية في حي المنشية في ذات السياق تواصلت الاشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حي المنشية بدرع البلد وصلت تحليق المكثف للطيران الروسي في سماء المنطقة إلى ذلك استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة الطريق الواصل بين بلدتي كفر ناسج والمال بريف درع الشمالي من دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا شنت مقاتلات حربية روسية غارات جوية مكثفة على مناطق في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المدنيين بحسب مصادر محلية في غضون ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على أطراف مدينة التادف الاستراتيجية بريف حلب الشرقي وسط قصف صاروخي للنظام على المنطقة هذا واستهدفت المقاتلات الحربية التركية مواقع لتنظيم الدولة في مدينة الباب ومحيطها أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم في الشأن السوري أيضا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوة لإقامة مناطق آمنة في سوريا ما أرغب في عمله إقامة مناطق آمنة في سوريا كي لا يضطر اللاجئون لمغادرة بلادهم سيتمكنون من العيش في هذه المناطق بأمان حتى يعادوا بناء بلادهم ومدنهم وإنهاء الفوضى التي خلفها أوباما وغيره لقد تركوا فوضة لا تصدق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الخان الأحمر شمال شرقي مدينة القدس وأخترت السكان بضرورة إخلاء منازلهم حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي تمهيدا لهدمها وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على مدرسة الخان الأحمر التابعة لمديرية تربية ضواحي القدس وعلى مسجد في بادية القدس وأعلنت المنطقة في وقت لاحق منطقة عسكرية مغلقة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية سبعة فلسطينيين في قريتي بيت فجار شمال بيت لحم وسلوات شمال شرق رام الله مدعية أنهم ضالعون فيما سمته نشاطات معادية للاحتلال كما وزع جيش الاحتلال صباح اليوم اختارات هدم بحق عشرات المشآت بما فيها مدرسة في منطقة الخان الأحمر ببادية القدس يذكر أن هذه المنطقة مهددة بالزوال وقد تلقت عشرات الإختارات على مدار السنوات الماضية انتشل جثمان عامل فلسطيني من نفق التجاري على الحدود الفلسطينية المصرية كان قد أعلن عن فقدانه فيه قبل أسبوع بعد إغراقه بالمياه من قبل السلطات المصرية بحسب مصادر فلسطينية يشير إلى أن النفق أنهار أسفل الحدود الفلسطينية المصرية الأسبوع الماضي كان بداخله ثلاثة عشر عاملا تم انتشال 12 منهم بحالة جيدة فيما بقي واحد مفقودا حتى تم العثور عليه صباح اليوم ينطلق اليوم في تونس اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لبحث مبادرة الرئيس التونسي لإيجاد حلول للأزمة الليبية عبر جمع الفرقاء على طاولة حوار الاجتماع سيتطرق الاجتماع أيضا إلى نتائج المباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم ووضع أسس للحل السياسي والتوافقي للأزمة التي تمر بها ليبيا هذا ومن المتوقع أن تعقد في الجزائر قمة ثلاثية بين الرؤساء كل من الجزائر ومصر وليبيا خلال الأيام القادمة لبلورة حلول عملية لحل الأزمة الليبية بعد إجراء سلسلة من المباحثات مع جميع الفرقاء الليبيين معنا من تونس مرسلنا وسام الدعاسي وسام ضعنا في أجندة هذه المحادثات وإلى ماذا يمكن أن تفضي نعم سرمد في البداية هي المبادرة المشتركة الأولى من نوعها بين دول الجوار الليبي تونس والجزائر ومصر في مسعى لحل الأزمة الليبية عبر دفع الفرقاء الليبيين للجلوس على تاولة حوار وعقد حوار الليبي برعاية أممية وكانت هذه المبادرة تقدم بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحظيت بدعم دولي وكذلك بدعم من دول الجوار الليبي بهدف بناء موقف موحد لدول الجوار تجاه الوضع في ليبيا هذا اجتماع تمهيدي اليوم الذي كان من المقرر عقده في الأول من مارس أذار المقبل لكن تم تقديمه بسبب الفشل لقاء القاهرة الذي جمع بين اللواء خليفة حفتر وكذلك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فيزا سراج وبالتالي هناك خشية من إمكانية تأثير هذا الفشل على المبادرة الرئيس التونسي وخشية من إمكانية إجهاض هذه المبادرة اجتماع اليوم سرمت سيتطرق إلى المفاوضات والمباحثات والمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث مع الفرقاء الليبيين على أن ترفع نتائج هذا الاجتماع إلى رؤساء الدول الذين سيجتمعون أو سيعقدون قمة ثلاثية في الجزائر في الأيام المقبلة حظوظ نجاح هذه المبادرة تبدو وافرة على عكس المبادرات التي سبقتها لعدة أسباب سرمت والعلى أهمها هي أن الفرقاء الليبيين اليوم أصبحوا على يقين أو على قناعة بأن الحل العسكري لم أثبت عزه في حسم الصراع اليوم في ليبيا ثم أن دول الجوار في حد ذاتها أصبحت على يقين أيضا بأن كلفة الاستقرار والاضطرابات في ليبيا أصبحت كبيرة على دول الجوار المستويين الأمني والاقتصادي بالتالي تدفع إلى توحيد مواقفها تجاه الوضع في ليبيا وبالتالي تدفع لإنجاء هذه المبادرة لكن الأشكال اليوم الذي سيطرح في هذا الاجتماع هو ما مصير المستقبل السياسي لللواء خليفة حفتر في ذل حديث عن رفض هذا الأخير لطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة فيز السراج إليه بتولي منصب وزير الدفاع ورئاسة الجيش الليبي والأخير بحسب بعض المعلومات الإعلامية طلب من الحكومة الوفاق بأن يرأس الحكومة أو رئاسة الجمهورية الليبية وبالتالي هذا الموقف أو هذا النقطة ستضع اليوم على طويلة الحوار في اجتماع الذي ستحتضنه تونس بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر شكرا لكل هذه المعلومات من تونس مراسلنا وسام الدعاسي طلبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ووجهت الحكومة اليمنية رسالة رسمية إلى المجلس تحدثت فيها عن تدخل إيران في شؤون اليمن الداخلية ودعمها المالي والسياسي والعسكري لجماعة الحوثي وأشارت الحكومة في الرسالة التي وجهها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أشارت إلى أن الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر قد توثر على أمن الملاحة البحرية والسفن التجارية بما يعرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر البحر للخطر أشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مؤتمر ميونخ للأمن ينهي أعماله اليوم ألا بكم من جديد تتواصل لليوم الثالث والأخير فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن التي تخصص جزء منها لعقد لقاءات حول ملف الأزمة السورية يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا سيلقي كلمة تأتي قبل أيام من بدء مفاوضات جينيف المرتقبة يوم الخميس المقبل بين المعارضات المسلحة والنظام السوري نترككم الآن مع جولة في أهم أخبار الاقتصاد قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن احتياطيات العراق النفطية زادت إلى 153 مليار برميل مقارنة بتقديرات سابقة عند 143 مليار برميل وأضاف اللعيبي أن العراق سيطلب من منظمة أوبك اعتماد الرقم الجديد مشيرا أن النشاطات الاستكشافية في سبعة حقول نفطية بوسط وجنوب العراق ساهمت في إضافة عشرة مليارات برميل للأحتياطي النفطي قال مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية إن إيران اكتشفت احتياطيات من النفط الصخري تقدر بملياري برميل من الخام الخفيف في إقليم لورستان بغرب البلاد وأضاف المسؤول أن عمال التنقيب عن احتياطيات النفط الصخري تجرى أيضا في المنطقة وإن الدراسات من المتوقع استكمالها بحلول أكتوبر 21 2017 على وزير الخارجية الألماني سكمار جابرييل إن على الاتحاد الأوروبي أن لا يعامل بريطانيا بقسوة بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي وإن هذا ليس من منطق الشفقة بل من منطق أن بريطانيا يجب أن تبقى حليفا وصديقا وشريكا للاتحاد الأوروبي مضيفا أنه كان حزينا لهذا القرار لكن يجب أن يحترم قرار بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي يشعر الموظفون الهنود العاملون بقطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة بالخطر من مشروع قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير سياستها تجاه الخبرات العاملين في هذا المجال والقرار المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يقضي بمضاعفة رواتب الموظفين من أصحاب الخبرات المميزة الذين يجلبون للعمل في الولايات المتحدة وهو ما سيلقي بظلالها على أصحاب الشركات انعقد في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر وطني بمشاركة عدد من المؤسسات البريطانية المختمة بقضايا العنصرية والمهاجرين وحقوق الإنسان بهدف حجر الرأي المحلي وبناء جبهة داخلية ضد زيارة ترامب المزمعة للمملكات المتحدة وللتنديد بقراراته العنصرية التي تطال الأقليات والمسلمين والمهاجرين الوقوف في وجه ترامب عنوان لمؤتمر عقد في لندن العنوان وحده يشي بالهدف تحشد الجماهير في أنحاء البلاد للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي لإلغاء زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا نهدف لحج النشطاء في جميع عرحاء البلاد للضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء زيارة ترامب لأن استقباله هنا يعد مكفاءة له على مواقفه العنصرية ضد اللاجئين والمسلمين وانحيازه التام للجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لذلك وجوده هنا لن يكون مقبولا من الغالبية العظمى حملة تحالف أوقف الحرب في بريطانيا هي الجهة المنظمة للمؤتمر والذي شاركت فيه العديد من المنظمات المختلفة المناهضة للعنصرية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان واللاجئين والأقليات زيارة ترامب لبريطانيا غير مرحب بها بالإضافة إلى أن زيارته ستكلف قرابة عشرة ملايين جنيه السرليني تأمينا له سنتظاهر في أي مدينة سيتواجد بها في حال قرر زيارة المملكة المتحدة قررت المشاركة في هذا المؤتمر هناك أمريكية ومسلمة ترامب سبب فوضى غير مسبوقة من خلال قراراته الغير مقبولة أعتقد أنه يجب العمل على إجباره لترك منصبه النقابات الطلابية والعمالية تلعب دورا أيضا بهدف إنجاح الحملة الرامية إلى منع رئيس أقوى بلد في العالم من أن تطأ قدمه عاصمة الضباب التي شهدت قبل أيام مظاهرات ضخمة تنديدا بقرارات ترامب التي كان منها منع حاملي جنسيات سبع دول عربية من السفر إلى الولايات المتحدة بريطانيا التي تعد الحليف الأول للولايات المتحدة في العالم كانت رئيسة وزرائها أول من هنأ ترامب شخصيا بعد تنصيبه رئيسا دعية إياه لزيارة بلادها تصاعد وحملات الاحتجاج ضد قرارات الرئيس الأمريكي ترامب تتفاعل حتى في بريطانيا الحليف الأقرب لواشنطن باعتبارها تتنافى مع قيم الحرية والديمقراطية فخر الدولة العظمة الأولى يوسف الحلو التلفزيون العربي لندن تحدى اللاجئ السوري أحمد الرشيد كل المصاعب وقرر الهرب من الحرب التي تعصف ببلاده متوجها إلى بريطانيا لكنه رغم معاناته فقد حول من تجربته الصعبة إلى حملة لتوعية الرأي العام البريطاني ساعيا إلى لفت الأنظار لظروف اللاجئين الإنسانية الصعبة أمواج الموت قذفت بأحمد بعيدا عن ملاعب الطفولة والذكريات والأحبة في رحلة اغتراب انتهت في العاصمة البريطانية لندن أحمد طالب يدرس الماجستيرا في جامعة لندن للدراسات الأفرو آسيوية هذا اللاجئ السوري تخصص في بحث العنف والصراع والتنمية عنه يجد في هذا التخصص ما يعينه على محنته ومحنة الملايين من طالبي لجوء في بقاع العلم بصراحة كانت واحدة من أسعب اللحظات لما تشوف حالك بين البراميل من طرف وبين السكاكين من طرف آخر ما يكون في عندك أمل أنك التم وهذا كان واحد من أسعب القرارات التي أتخذتها بحيث أني أطلع هنا في هذه القاعة المخصصة لإسبوع اللاجئ السوري حذر طلاب جامعة استمعوا لقصة أحمد تفاعلوا معه وتقربوا إليه أكثر مبادرة نجحت في التقريب بين أن الطالبة اليمنية وأحمد فمقاعد الدراسة التي تشاركاها طوال سنة كاملة لم تفلح في تقريبهما بقدر ما كشفته هذه الجلسة في البداية كنت مصدومة فأنا أشاركه نفس الفصل الدراسي لكنني لا أعلم عن وضعه شيء وكيف قضى الخمس سنوات الماضية من عمره هذه القصة صادمة ولم أسمع مثلها من قبل من الجيد أنني تعرفت عليه لأنه مهم لي رحلة أحمد التي انطلقت من الشرق الأوسط متجهة إلى أوروبا حملت معها مآسي وأمال منها منطوتها الأيام وأخرى لا يزال يصارعها للوصول إليها بعيدا عن قوانين الحروب وأهوالها أنا أو أنت كل منا معرض لاتخاذ قرار مصري هربا من الكوارث والحروب قرار قد نتردد في اتخاذه ونبحث ظروفه وتداعيته فأما أن نغضى الترف عنها أو نسلكه مجبرين جين العمو التلفزيون العربي لندن أم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية يستضيف برشون الليلة نظيره المتواضع لقانيس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني ويسعى النادي الكتلوني إلى العودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها الفريق في دوري الأبطال أمام باريسان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة رفاق ميسي يدركون جيدا أهمية الانتصار في هذه المباراة لاستعادة المركز الثاني على حساب إشبيليا ومواصلة ملاحقة المتصدر ريال مدريد يسعى توتنام هوتسبر ومانشستر يونيتد إلى الانضمام لركب المتأهلين إلى الدور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد انجليزي عندما يرحلان لمواجهة كل من فولم وبلاكبرن روفرز على التوالي ألسبرز يأملوا استعادة نغمة الانتصارات من بوابة مضيفه فولم في الدرب اللندني من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزاء النادي منذ موسم 1990 أما في اللقاء الآخر فيطمح حامل لقب مانشستر يونيتد إلى مواصلة عروضه القوية وحجز تذكرة العبور الدوري المقبل أمام مضيفه بلاكبرن روفرز هذا وأكد البرتغالي جوزي مورينيو أن فريقه لن يستخفى بأصحاب الأرض وسيقوم بشراك تشكيلة قوية تجنبا لأي مفاجآة غير متوقعة حافظ PSV آيندهوفن على فرصي بالتتويج في لقب الدوري الهولندي بتغلبها على ضيفه نيميغن بثلاثة أهداف لهدف في المرحاة الثالثة والعشرين من المسابقة وافتتح ماركو فان خينكل التسجيل لآيندهوفن من راكلة الجزاء في الدقيقة العشرين قبل أن يعادل علي مسعود النتيجة لضيوب في الدقيقة الثلاثين وفي الشرط الثاني حسم صاحب الأرض المباراة لصالحه بهدفين سجلهما رامسلار ولوك ديونغ ليرفع آيندهوفن رصيدة إلى اثنتين وخمسين نقطة يحتل بها المركز الثالث وبفرق خمس نقاط خلف المتصدر فاينورد يتطلع النادي الأهلي لاستعاد التوازنة وتصحيح مساره عندما يستضيف اليوم مقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري وسقط فريق القلعة الحمراء في فخ التعادل السلبي أمام الإسماعيلي في جولة الماضية وفقد قبلها كأس السوبر المصري صالح غريمي التقليدي الزمالك بركلات الترجيح هذا ويدخل الأهلي مباراة متصدرا ترتيب الدوري برصيدة 46 نقطة وبفرق خمس نقاط عن وصيف مصر المقاصة أكدت وزارة الزراعة في غزة عدم كفاية اللقاحات اللازمة لتحصين المواشي المصابة بمرض الحمى القلاعية في قطاع غزة مشيرة إلى أن تجزية دخولها من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى استمرار الأزمة وإحداث المزيد من الخسار الاحتلال أخر إرسال اللقاحات مما سبب المزيد من الإصابات قرار رسمي حكومي بمنع دخول المواشي المستوردة من إسرائيل إلى قطاع غزة واتهام رسمي لسرطات الاحتلال بالتسبب بخسائر كبيرة عند مربي المواشي بسبب إعاقة دخول كميات كافية من لقاحات التحصين من مرض الحمى القلاعية أخيرا وبعد انتشار المرض وزارة للإصابات تم إرسال كمية من اللقاحات أي 10 ألاف جرعة لا تكفي إلا لتحصين نصف عدد الأبقار والعجول أي 10 ألاف جرعة نحتاجها إضافية كما لم يتم إرسال لقاحات إضافية لاستكمال تحصين الأغنام هناك حاجة لـ 32 ألف جرعة إضافية كمان للأغنام وتقول الوزارة إنها تواصلت مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو لكن الأخيرة لم تستجب أو تتدخل للحل نحن الآن في إحدى مزارع العجول التي أصيبت بمرض الحمى القلاعية محاولات حثيثة من قبل أصحاب هذه المزارع من أجل تفادي المرض والتقليل من الخسائر المادية هذه بعض البدائل التي لجأ إليها مربو المواشي لكنهم يؤكدون أنها ليست بديلة عن اللقاحات الرسمية في عنا صار حالات نفوق من الدواب مات تقريبا من المزرعة هذه تقريبا 7 روص الأدوية التي كنا نستخدمها تعتبر أدوية تساعد الدابة في التغلب على المرض لكن بتعالجش المرض في أدوية استخدمناها من نورمانسين وجنتمايسين تنشط الدابة على الأكل تنشط الدورة الدموية تخلي الدابة نفسها تتغلب على المرض ويعرف مرض الحمى القلاعية بأنه شديد العدوى يؤثر على وزن المواشي وصولا إلى نفوقها ما لم يتم التعامل معه باللقاحة اللازمة في أسرع وقت ممكن باس الخلافة التلفزيو العربي قطع غزة شكرا لكم على اللقاء